أشكرك جداً على تهنئتك لينا في مباراة مبارح وطبعاً أحب أقول أني أنا فخور جداً أني أنا بلعب في بطولة أكبر بطولة في أفريقيا ويزدني فخرة طبعاً أني أنا بلعب في أكبر نادي في أفريقيا نادي زي نادي الأهلي ودروقتي كل تركيزي وعناية على الفاينال وأتمنى أني أنا أقدر أضيف تايتل جديد وبطولة جديدة للأهلي وأنا لاعب من صفوف نادي الأهلي أنا طبعاً أحب أقول أني أنا استمتعت جداً أني لعبتي أساسي في هذه المباراة مع أني أنا بس عرفت أني أنا مكنتش أعرف قبل الفطار إذا كان أنا هلعب أساسي أو هلعب احتياطي بعد الفطار أنا عرفت أني أنا هلعب أساسي ودي حاجة كنت فخور بها جداً بالنسبة لإستعدادات أنا كلاعب محترف ببقى على طول مستعد أني أنا ألعب في أي ماتش إذا كان أساسي أو احتياطي ببقى مجهز نفسي أني أنا ألعب في الماتش مع العلم أني أنا كان في شهر 12 شهر ديسمبر كنت في أجازة في قطلة فكان عندي برضو فترة أنا ملعبتش فيها ورجعت شهر اثنين بس متهيالي أنا وأأمل أني دي تفتح لي الفرص أني أنا ألعب أساسي في ماتشات الجاية الماتش كان صعب ما كانش ماتش سهل وأتمنى لأنا قديت الأداء لأنا أستحق لأنا ألعب فرص ثانية جديدة مع الأهلي كأساسي وزي ما بقول أنا إحنا عانينا دلوقتي على الفاينال وأتمنى أن أنا أكون جزء من الفري الأساسي في الفاينال بعد المباراة ميسر الفايلر هنقني على المباراة ما كانش في أي تعليق بالسلب أو بالإجاب بس له هنقني زي ما هني الفرقة كلها بالنسبة للقورة اللي هي اللي جاتلي وكانت فرصة لي أن أنا أسجل في الماتش ده للأسف الكرة أما وصلت لي كانت مرتفعة عن الأرض شوية وحاولت أن أنا أسيطر عليها بس كان مدافع فريق سانداونز قريب مني وقدر أنه يخرجها براء الملعب أنا على طول بحاول أن أنا أشغل على نفسي أن أنا أقدي أداء أحسن بس زي ما إحنا كلنا عارفين في كرة القدم ساعات بيبقى الجون مفتوح وبرضو ممكن القورة تطلع برا بس زي ما قلت قبل كده أن وجودي كلاعب أساسي في الماتش ده وماتش أنا عارف ماتش ما كانش سهل بيفتح لي الفرص وبيديني ثقة في نفسي أكتر أن أنا أشغل على نفسي أكتر اللي بيها أبقى موجود كلاعب أساسي في نادي الأهلي وأقدر أن أنا أعطي أكتر لنادي الأهلي واثبت نفسي مع نادي الأهلي أنا شايف أن الأهلي فرصته أكتر من 70% في الفوز باللقب والبطولة خاصة أننا نحن نبص لفريق زي الأهلي مقارنتهم بالثلاثين الحاجة الثانية اللي أنا برضو شايفها أن الأهلي في مبارات الدورة بالكامل مخسرش إلا قدام الزمالك وحتى الخسارة كانت بضربات الترجيح فأنا شايف أن فرصة الأهلي أن هو يتنفوق على الفرقة كانت اللي هتقابله دلوقتي فرقة الوداد دي فرصة كبيرة جدا وإحنا تقريبا 70% أقرب للحصول على اللقب وكنادي كان زي نادي الأهلي نادي كبير أنا أعتقد أنه هو يقدر يوصل للنهاية طبعا وجودي في نادي كبير زي النادي الأهلي نادي كبير بقصصه نادي كبير بتاريخه نادي كبير بجمهوره نادي كبير بكل شعبيته اللي بتلتف حواليه أنا شايف أن دي حاجة كبيرة جدا ومهمة جدا بالنسبالي في مشواري مع النادي الأهلي وأنا فخور أن أنا أبقى موجود مع النادي الأهلي وأكمل معايا مشواري طبعا أنا لسه ما عرفتش اللعيبة كويس لأن الفترة لسا صغيرة بس متهيق لي من أعرب اللعيبة اللي هي إيلو ديانج وكهربا أنا بطبيعة الحال أو بطبيعة أنا الشخصية خجول شوية فما بتكلمش كتير ممكن بطبيعة كرد القدم أنا مش شايف أن هي فيها مشكلة أن الوينجات أو اللعيبة على أجنحة الملعب أن هي تسجل لأن هم برضو بيلعبوا بيغزوا رقم تسعة كمهاجم صريح اللي أنا محتاجه وأن أنا أحدد لنفسي هدف في السيزن بتاعي أن أنا مثلا محتاج أسجل عشر مثلا أهداف محتاج أشتغل على كده علشان أنا أشوف لو أنا سجلت خمس أهداف أو ست أهداف دي حاجة مش كويسة فأنا محتاج أن أنا أشتغل وأحدد لنفس الهدف اللي أنا عايزه من السيزن بس زي ما قلت لو فيه إمكانية للوينجات أن هما يسجلوا أنا مش شايف أن دي مشكلة في كورة القدم نعم كان في بعض التعليقات من ميستر فيلر بالنسبة للموضوع التهديف بس أنا برضو شايف أني برضو التمرين أو فضلة التدريب مع الفريق دي بالنسبة لنا دي مش كفاية فأنا بتضرب تدريباتي الخاصة زي ما كنت قبل كده في السويد وفي النمسا بحاول أشتغل على نفسي بحاول أشوف أنا محتاج إيه بتمرن تمرينات خاصة علشان أقدر أن أنا أثبت نفسي وبقى في تقدم على طول طبعا أنا كان ليا في عروض كتيرة كالجيالي كان في عرض منهم من روسيا وكنت قريب جدا أن أنا أمضي معهم وكان في مفاوضات بيني وبينهم بس أنا مسلم وبؤمن بربنا وفي حاجة قالت لي أن أنا يعني أنا عايزة بقى مع الأهلي بالأخص اللي إحنا من أفريقيا ونادي الأهلي نادي كبير ورقم واحد في أفريقيا فبعد المفاوضات مع ما بين الفريق من روسيا وفريق الأهلي أنا قررت وخدت قراري اللي أنا أمضي مع الأهلي وأنا مبسوط دلوقتي وسعيد اللي أنا فرض من أفراد عائلتي الأهلي اللي أنا أمضي مع الأهلي